الفنانة فاتن فريد كانت تمتاز بحرصها الشديد في تعاملاتها مع الاخرين فلم تكن تسمح بدخول اي شخص غريب بيتها دي الفنانة فاتن فريد معروفة طبعا كل هذا الحرص جاء بعد مقتل الفنانة وداد حمدي على يد رجسير الخاص بها والذي تعناها بالسكين الا انها لقيت نفس مصيرها وليكم التفاصيل المؤسفة دي وداد حمدي الله يرحمه تاتلت برضو على يد رجسير حيث لقيت المطربة فاتن فريد الشهيرة باغنية نص كلامك كده امرها اتنين وستين سنة مصرعها على يد عامل بمحطة وقود يوم الخميس خمستاشر فبراير الفين وسبعة جاء العامل يستغيس بزوجها صاحب محطة الوقود من اجل اعادته الى العمل مرة اخرى بعد ان طرده الزوج لم يكن موجودا بالمنزل دارت مشادة كلامية بين المطربة والعامل تطور الامر امسك العامل بسكين وطعنى به المجني عليها طعنطين قاتلتين بالبرطن والصدر الله يرحمه وامر ساعتها وكيل اول نيابة الحوادث بحبس العامل ستة وعشرين سنة اربعة ايام على زمة التحقيق بعد ان وجه له تهمة القتل العمد لكيامه بقتل نبيل عباس مرسي اتنين وستين سنة وشهراتها فاتن فريد داخل مسكنها بعمارات شركة القاهرة للاسكان بشارع المطبع بمنطقة فيصر. قال المتام في اعترافاته لم ابسط قتل المطربة فاتن فريد فهي كانت انسانة طيبة ولها مواقف كثيرة معي وقفت من خلالها بجواري. يعني صاحبة فضل عليه. واضاف كنت اعمل عند زوج المطربة الحج فتحي محمود حسين في محطة الوقودة التي ينتلكها بشارع فريصل منذ ثماني سنوات. اشتغل عنده ثمان سنوات. في الوسط زوج الفنانة يوم مقتلة. طبعا منهار طبعا. مش مسد. اكمل المتام بعد حصولي على دبلوم الزراعة من بلدتنا ببني سويف ولم اتأخر عن خدمته في يوم الايان. حيث كنت اسعى لارضاه. لانه والحق يقال وقف بجواري كثيرا. ولم يخزلني في طلب. استدرد القاتل منذ عام تقريبا تزوج الحق فتحي من مطربة في عيات فريد. وكانت اول مرة اشاهدها فيها عندما ارسلني زوجها بطلبات لها. واعتذكر يومها انني طلبت منها اهدائي شريطا من اعمالها. وفعلا اعطتني شريطها الشعير نص كلامك كده. وبدأت اتردد عليها كل يوم لتوصيل الطلبات لها. وكانت سعاداتي لا توصف. عندما اسمع صوتها فانا من ها المعجبين بصوتها وادائها. واكد القاتل انه منذ شهر قبل الحادثة حرست بعض المشاكل في منزل اسراتي ببانيس ويف. مما جعلاني اسافر وانقطع عن العمل اربعة ايان. وفجئت بالحاج يستغني عن خدماتي. وقدمت له اعتذاري واعداني للعمل مرة اخرى. ولم امكس هو اسبوع في البيت في العمل تغيبت خلاله يوما واحدا. وطرداني مرة اخرى. توسلت وليه ان يعيدني لكنه اصم عظميه وطرداني. في يوم الحادث ذهبت الى شقة صاحب العمل كي استغيث له بعاداتي حيث كنت اعتقد انه في المنزل. وطرقت الباب ففتحت لي المطربة الباب. وقبل ان افتح فمي انهالت علي بالشتائم. وقامت بدفعي حيث سقطت على الارض. فلمحت السكينة على التربيزة. ولم ادر بنفسي. الا وانعت عنها في بطنها وصدرها. وعندما شاهدت التماء تركتها وفررت هارما. حيث طاردني الجيران محاولين الامساك به. ونظرا لانني اعرف ما خارج وما داخل العمارة. فجريت ناحية المنور وتسلقت المواصير. وظللت متسلقا على المصورة. حتى لمحاني رئيس مباحس الهرم. وامسك به. ما ارحمه. هويدة فوزي الراعي لابنها القبرى للمطربة الراحلة قالت حتى الان لأصدق ما حلس. رحت اسأل كل من حولي هل صحيح انها والدتي ماتت? ثم انهمرت في نوبة بكاء شديدة. وقالت فاتن فريد لم تكن فقط امي. ولكنها كانت صديقتي فانا اسكن بالعمارة المجاورة لها. وقبل مقتلها بدقائق كنت اتحدث لها تليفونيا واستمر الحوار بيننا قرابة ساعة حيث تحدثنا في امور الدين وبالتحديد على فضل صورة ياسين. ورحت تحدثني عن الشريطة الذي انتجه لها زوجها الحالي. وانها تنتظر نزوله للسوق حتى تعرف رد الجمهور. فهي كانت فنانة حتى النخاعة. انا معايزات العليلي. بعدها اغلقت السماعة حتى تصلي الظهر. ولم تمضي سوى لحظات حتى سمعت بالخبر المشهوم. فجريت الى شقاتها ووجدتها ساقطة على الارض. وتمسك بطنها بيدها. واخبرتني باسم القاتل. وبعدها راحت في غيبوبة وفارقت الحياة وهي في طريقها للمستشفى. واشارت ابنة المطربة القاتلة لها اربعة شبيكات ونحن جميعا صديقات للمجني عليها. كنت ام حنونة. سمر الرعي برفقة امها فاتن فريد. وعن ما كان دفنها قالت والدتي اشترت مدفنا بطريق الفيوم من نقابة الممثلين. وكانت وصياتها ان يتم دفنها فيه وربنا ارحم. فهي كانت انسانة طيبة وتعرف ربنا كويس. اما حفيدها شريف محمد طالب بالمعهد العالي للدراسات المتطورة بالعرب كان يقف امام شقة المطربة الراحلة. ولا يعلم بعمر موت جدته. وقال جدتي فاتن في المستشفى واجريت لها العملية الجراحية. واصبحت بحالة جيدة. وان شاء الله ستعود الى منزلها. فرفضنا اخباره بالحقيقة وتركناه يعرفها لوحدة. فاتن فريد مولودة 18 يونيو 45 وتوفيت قتلت 15 فبراير 2007 مغنية وممثلة مصرية موجودة في القاهرة. انتخرجت من معهد الموسيقى العربية القسم الحر في 1975 عملت في السينيما ولامعت اولا كمغنية في سوريا ولبنان. ما انتخرجت نبيل عباس من معهد الموسيقى العربية عام 75 حتى قررت ان تعير اسمها لتصبح بعد ذلك فاتن فريد. وعلى اساس هذا بدأت اولى خطواتها الفنية سواء كانت في العمال الفنية السينمية مثل فيلم الرغبة والضياء وعاشق الروح ووحوش الميناء. انا مع فريد شاوي. رجدية مازن. مصرعة الاقوية وامرأة تدفع التمن والجدعان التلاتة ودنيا وعاشق الروح والعطبة جزاز ونورة. سلة افلام كتير. كانت مشهورة جدا. فروح الفشاوي وصيب بالسرطان مؤخر. كانت تغلق الحقيقي لها من خلال قيامها بالغناء في لون جديد وهو اللون الشعبي. والذي تميزت فيه وكان لها تلك الشهرة والانتشار. حيث كانت اغنيت اللي تعبنا سنين في هواه ونص كلامك كده وان كنت ناسي وغدرين ووفر دواك ويانا يا هيه بتوصيني عنيك. جمعها شبه كبير بالفنانة وارد الجزائرية حتى قررت فاتن ان يكون لها طابعها الخاصة. وبالفعل استطاعت ان توجد لنفسها لونا يميزها. ايه رأيكم? فيه شبه كبير بينهم. شاركونا في التعليقات. هنشوف صور متفرقة لها. ولو عجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة. وتفعلوا الجرس. عشان ينسلكم كل جديد. مشاركونا برضو في التعليقات. هي صور متفرقة لها. كانت جميلة بشبابها. سمر الراعي حتى البوست لو. على. ليه بنتها. اشتركوا في القناة.